كل ما نقترب يوم من الانتخابات تزيد حماوة المسؤولين والمرشحين اتجدد منهم والقدماء والكل يركض باتجاه تحقيق أهداف الشخصية وبلشت بعض الأحزاب من خلال منتسبيه بشراء أصوات الناخبين بمبلغ 100 ألف دينار وهكذا المواطن يتم ابتزازه من كل صفحة مرة بالسيطرات ومرة بالدوائر ومرة قبل الانتخابات ومرة بعد الانتخابات اللي راح ترجعنا للمربع الأول بزود اللي يطبلون ويزمرون لنفس الوجوه الفاشلة حيث أكدت اللجنة المالية البرلمانية أن عدم المعرفة وسوء التخطيط أدى إلى تدهور الاقتصاد العراقي وكشفت عن إهدار مليارات الدولارات دون أوجه صرف حقيقية كمية الأموال المهدورة من عام 2003 ولغاية الآن وصلت إلى ألف ومية وستة وعشرين مليار دولار وتشكل أرقام مخيفة قسم منها بدأ يطلع هسة لدعم الحملة الإعلانية والدعائية للمرشحين وبسبب كل هاي الأموال ما تم تنفيذ المشاريع لا القديمة ولا الجديدة بالعراق هاي الأموال المهدورة هي بعيدة عن الديون الخارجية اللي دخلت العراق بعد 2003 وبعيدا أيضا عن الاحتياط النقدي للبنك المركزي العراقي وإن مصدر القرار السياسي غير مؤهل لبناء الاقتصاد الوطني وبعضهم يمارس دور سرقة المال العام بطرق قانونية وشرعية وهاي هم اللي يخلوها من أجل تبرير سرقاتهم حتى من تجي تحشويا تقول لها اكشف ذمتك المالية يقول لك إيه هاي أموالي وهاي فلوسي وممتلكاتي وكلهم بيها أوراق قانونية وصحيحة ومن خلال عدم المعرفة والتخطيط أدى إلى ضياع الأموال الهائلة وكذلك العقلية الموجودة هي منهجية ما تصلح لإدارة البلد أحد المسؤولين كشف عن اختفاء 18 مليار دولار من موازنة عام 2017 وطبعا الملف انذب المجر وانترك أما إذا تحسب كمية الأموال المهدورة من عام 2003 فحدث ولا حرج إلى أن وصلت ديوننا الخارجية إلى 123 مليار دولار ووصلنا بسبب هاي الاختلاسات وغسيل الأموال والسرقات إلى درجة كبيرة من الفساد بحيث تصل قيمة الأموال المهدورة بالموازنة العامة والتكميلية إلى مليار ونصف مليار دولار خلال الشهر الواحد وهس يركضون ورى الناخبين حتى يضمنون بقائهم لسرقة ما تبقى من أموال عامة اللي هي أموال الفقراء والنازحين والمساكين والأيتام والشباب اللي قسم منهم ما عنده أي حل سوى أنه يشنق نفسه وينتحر اللي قسم منهم اشتركوا في القناة